طيب واحد من اهم نجوم المنتخب المغربي هو سفيان رحيمي سفيان رحيمي من اللعيبة الرائعة جدا المميزة جدا عمل موسم ما فيه شروع من كده نهاردة بيسجل هدفين بيقود بيهم المنتخب المغربي للفوز على المنتخب الارجنتيني في دورة ابطال اسيا كان افضل لعبي فريقه فريق العين لو تفتكروا في ربع النهائي العين كان ضد النصر هو مسجل تلت اهداف بواقع هدف في مباراة الزهاب وهدفين في مباراة العودة في نصف النهائي ده في دورة ابطال اسيا مع العين ضد الهلال السعودي بكل نجومه سجل تلت اهداف هترك في شباك مين في شباك الزعيم فريق الهلال في النهائي كان بيلعب قدامي وقهامة الياباني سجل هدفين في لقاء الاياب اللي انتهى لصالح العين بخمسة اهداف مقابل هدف واحد اكتر لاعب سجل في دوري ابطال اسيا 2023-2024 برصيد 13 هدف واكتر واحد ساهم بالاهداف برصيد 16 هدف بعد صناعته لثلاثة اهداف تعالى بقى في الدور الامراطي سفيان رحيمي ثاني اكتر لاعب سجل مع العين بالدوري برصيد 8 اهداف وثالث اكتر لاعب مساهمة في الاهداف برصيد 10 اهداف كلها ارقام مزهلة جدا لصفيان رحيمي هذا الموسم في تصفيات كاس العالم والاكتر لاعب صنع فرص محقاقة للمغرب في تصفيات كاس العالم وسجل النهاردة هدفين في افتتاح مباراة المغرب في الاولمبيات امام المنتخب الارجنتيني بالمناسبة سفيان رحيمي ده من سنتين على ما اتذكر او من 3 سنين من 3 سنين كان حسب المعلومات يعني انه كان من العيبة للاهلة حاطت عينيه عليهم وازن ان بيتسو موسيماني ما كانش على ما اتذكر انا بفتكر وانا بقول لها دي انه بيتسو موسيماني ما كانش مختنع بيه من نسبة 100% لما كان هو بيلعب سفيان رحيمي وقتها في الرجاء المغربي سبحان الله لعيب ممتاز جدا